ديف المتنال أيام قليلة مستمعين العزاء ويبدأ قبول ترشحات للانتخابات الرئاسية لهذا العام 2024 السباق على أشده والقائمة تتوسع من يوم إلى آخر الكل ينافس رئيس الجمهورية سيد قيس عيد الذي أعلن رسميا عن ترشحه انتلاقا من برج الخضرة بالجنوب التونسي ننتظر طبعا ترشحات قادمة على ضوء شروط حددتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات سنتعرف على كل الملامح كل ملامح هذه التحضيرات الخطة التي وضعتها الهيئة مراقبة الفضاءات العامة مثلا في العملية الانتخابية أهم القوانين والإجراءات وكل ما يتعلق بهذه الانتخابات الرئاسية بحثنا السيد بلقاسم العياشي عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات سيد بلقاسم صباح الخير ويومك سعيد يومك أسعد وأطيب ومرحبا بك وبي مستمعيين الإذاعة الوطنية شكرا إن شاء الله هذه الانتخابات تمر في ظروف طيبة إن شاء الله نتمحول وديما ونعمل ونعد لأجل أن تكون فما نضمن الظروف المثلة والفضلة لتنظيم وإنجاز انتخابات نزيهة شفافة حرة وكذلك نظيفة إن شاء الله إن شاء الله باستعدادات كيفاش كنت؟ نحن الهيئة بحكم تجربة اللي ركمتها منذ 2011 وحداش ولا عنا يعني خبرة ونجم قوله نظرة ديما استباقية ونستبقوا ديما الأحداث ونحضروا رواحنا لمعنتها كل الفرضيات التي يمكن أن تطرح سواء من ناحية الموعيد الموعيد أو خاصة الانتخابات الرئاسية هذه 2024 هي كانت لدينا كانت معلومة نحن كنا نعرف اللي 23 أكتوبر هي انتهاء العهدة الحالية للرئاسة وبالتالي ما نجم يكون كان خلال الثلاثة أشهر ليسبقوا 23 أكتوبر فهذاك هو نجم يكون انتلاق إذن التنظيم لإنجاز الانتخابات الرئاسية فبالتالي الهيئة عدت نفسها لوجستيا بشريا وكذلك تشريعيا فأصدرنا حاليا نجم يقول لك قال ناشي إلا يمكن قرار ترتيبي ويتم معنتها الإطار التشريعي الكامل لهذه الانتخابات أصدرنا القرارات الترتيبية فيما يخص الشروط فيما يخص الحملة الانتخابية فيما يخص كل الجوانب المنظمة والقواعد لتضبط القواعد لهذه الانتخابات نعم الانتخابات الأولى كان فيها معناها ما شاء الله من المترشحين معناها بارشة بارشة مترشحين فما عدد كبير منهم ما كانوش يستحقوا نقولها هما كمواطنين توانسى من حقهم لكن ما عندهمش الخلفية الكافية حتى يكونوا معناها رؤساء باش واحد يولي رئيس دولة ومشرف على دولة ويفكر في تقدمها وتطورها أكيد تعلمت ووقفتم على بعض الأخطاء في العملية الأولى هو كذلك يا حبيب احنا في 2019 أنا شخصيا كنت موجود نعم كانت شروط نجم يقول ما فهم الشروط الأمور كانت سهلة كانت الأمور أسهل بكثير وكانت معناتها تكوين الملف معناتها كان بسيط جدا معناتها فبتبع كما قلت تلقينا عدد هائل من الترشحات ونواية ترشحوا بعض وسمحني باش نقول برشة معناها كانوا المشركين اللي تقدموا عاريوا لابس كما يقولوا معناها أحنا كما تعرفت حبيب بالهيئة من بين لو أنا من تصوره شروحي واحد يترشح وهو عنده جنسية أجنبية يزوجون تونسي مئة في المئة كما قلت احنا قبل كان القانون يسمح أنه يتقدم للترشح يترشح حتى ولو عنده جنسية ثانية لكن يتخلى عليها نهارت ليكون هو المعلن معناتها كيف ينجح لا أعطينا من لول قبل ما ينجح يثبت تموره هذا لي إذن جاء به إذن دستور 22 نعم ومن الشروط الجديدة نذكر خاصة وأهم الأخرى كلها بقاطية هي أما الشروط معناتها أهمها اللي تبدلت هي شرط الجنسية يزم يكون هو ذا جنسية تونسية أبا عن جد معناتها لأب وأم توانسة وكذلك وليس له جنسية ثانية يعني حصريا جنسية واحدة التونسية فقط ويكون لجد لأب وأم تونسية وتونسية ولجد لأب ولجد لأم توانسة نعم هذه من جهة الشرط الثاني هذا شرط مهمة وهو كذلك جاء به الدستور وحنا كما تعرف يا حبيب احنا لا ننظر للأشخاص ولا لسفاتهم ولا لما وقعهم الاجتماعية أو ماضيهم الحزبي أو السياسي هذا هو احنا مبينتنا قانون نطبق عليهم القانون مهما كان هو تونسي نطبق القانون كان استوفى الشروط مرحبا مرحبا به سيكون ملفه مقبول ومن لم يستوفى الشروط فسنرفضه لكن فما حاجة مهمة وتوانسة يعرفها هننا نحن رانا أجيها ننظم الانتخابات تبقى للقانون والدستور لكن عنا جيها ترقابة ترقبنا ترقب قراراتنا وتنجم تلغيها وتنجم تأيدها اللي هي المحكمة الإدارية هذا هو إذن وهو معناتها بالتجربة أخيرا فما شكونا تقدم لسحب معناتها نموذج التزكيه بحكم أنه ما كانش في معناتها أحر بش يجي هو أبعث معناتها ممثل عليه يعني نيب فجاب معناتها نيابة ما كانتش معناتها هي عامة توكيل عام مفوض عام يعني ما فيهش تدقيق وإلا على قل معناتها في ما يخص الجانب والعمل اللي في علاقة بالانتخابات فترقنا منه توكيل خاص وهذا معلوم معروف عند أهل القانون عند الموحبين عند السادة القضاة عند وعدو المنفذين أهل القانون الكل يعرفوا اللي التوكيل عندما تتجه أنت الإدارة ولا حتى بانكة ولا حتى يلزم ينص على يعني العملية هذه ماذا بها تكون مدققة حتى فما بالك أنت بعملية انتخابية اللي نجم غدوة الحي ترتب عليها جوانب جزائية أنه سيد معناتها ياخذ معناتها مبادرات ويعمل ويصحح على أمضاءات وكل شي ومن بعد كيف يكون فها مسؤولية جزائية يقول لك لا أنا جبتك توكيل عام أنا ما نشي خديني فأحنا كهيئة نتبقوا القانون نحاولوا نكونوا معناتها نسهلوا على الناس نحميوا الناس من أنفسهم ومن بعض يستسهلوا شحويش اللي بعد تعود عليهم بالوبال وتعنس الأخ سيد هدايا والمحكمة الإدارية أيدة موقف الهيئة وبالتالي معناتها أحنا دائما هذه ضمانة لنزاهة عملية الانتخابية على الجميع نحن لا ننظر كمقودك لا لشخصه ولا لموقعه ولا لإسمه ولا لصفته فعنا ملف ونحن نتعطى مع الملف هذا إذن الشرط الثاني قلنا هو بعد الجنسية هو يكون مجرد 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 بحقوقه المدنية والسياسية ويؤيد ذلك بما يعرف البطاقة عدد ثلاثة لتسلمها من الجهات المختصة الشرط الثالث هو كما قلنا الجنسية العمر هو لتغير فكان قبل خمسة وثلاثين سنة ينجم يترشح توا أربعين سنة يعني ما أقلش من أربعين سنة أي ما أقلش من أربعين سنة نهارت التقديم الترشح هو العمر الأعلى معناها ما فيش ما فيش عمره التسعين ينجم يترشح ما فيش سقف يترشح هل القانون يا حبيب اي ولكن نتولي حالتك ما حالت بايدن احنا نطبق القانون كما جاء اي هون رئيس بايدن أعلن انسحابه اي من نجم هذك لأسباب صحية ولا أسباب لا عارفها العملية خاسرة ربما نجم يكون اما هو القانون عنه نحنا والدستور لم يحدد سقف للعبر اي نعم احنا المرحوم البيجي كان صعد 80 وترشح معناها نعم نعم اذا الجنسية والعمر ما أقل من 40 سنة اي ومعناها يكون متمتع بحقوق المدنية والسياسية واستظهر بالبطاقة على الأثلاث اي ما تكونش عنده سوابق خاصة فيما يخص في علاقة بالفصلين 161 المتوستين اللي هي فيها جرائم انتخابية محكية تمويل تمويل اجنبي وان لا يكون متورط معناها وهذا صاير في بعض القضايا صاروا عنها عنها ملفات التوى في القضايا ما كان ناس فهمتني وبالتالي نحن وإلا معناتها تبقى المجلة الجزائية ما عنده شيء معناتها موانع قانونية تمنعوا من حقوق المدنية والسياسية مش تمنعوا معناتها مترشح هذا هو سيبيل جاسم برشا يتعبوا في رحلة البحث عن تزكيات احنا الحقيقة حتى التورنا من تبعهم هوما احنا مساهلين لهم خاصة المرة هذه حبينا كما قلت لك حبينا يلزم نعاونوا معناتها باش اقصى ممكن باش ينجم يخدم خدمة صحيحة ويعدل ملف السياحة وما يقعدش مبعد متورط فيه ونقعد ونحن نقول له هذي مدلسة وهذي كذا معناتها احنا عطيناه مرة هذية جذاذة يجيب هو معناتها صورة شمسية ويجيب نسخة بطاق تعريف يسحب الجذاذة شخصه ونحن حطوله اللي ناوي ترشحة خطر حتى التوى سياحبيب احنا توا عنا نواية ترشح اللي يسحب نموذج التزكية مش بالضرورة غضوة مش يكون الملف متاعه كامل ولا يجي يترشح ينجم ما يجي يترشح صحيح ينجم ما يشوف يعني في اخر وقت يقرر ينجم ولا يشوف اللي ملمش التزكيات اللي لازمة ولا عنده صعوبات اخرى ينجم ما يجي احنا توا اللي يسحب النموذج التزكية بالنسبة لنا هو مترشح محتمل محتمل نعم إذن السهل نالهم حتى نعطيها لهم وحطها لهم على الويب ينجموا ايش بدها هم ولا الناس اللي بيش تزكيهم ويمشي على كل واحدة كل موذكي يثبت معناتها يعرف على شكون بشي زكي وحطينا حتى في التطبيق 195 نجمة 195 نجمة عدد بطاقة تعريف للناخبين أنه اليوم زيادة عنه كذا كان يحب لأن نحن توا مازال التحيين متواصل مش يتواصل حتى العشرين سبتمبر يحب يبدل مكتب الاقتراع متاعه يبدل بالمية وخمسعين لكن زيادة عذاك مش يخرج له إذا كان هو مزكي إذا كان هو زكي أحدا أو لا فبالتالي توا المناخب مش يولي يعرف حتى كان زكيه في بلاستو توا مش عارف رغم اللي نحن معنات أحصرناها معناتها بالجدال قداش تقدر عدد المترشحين أنا أخر رقم عندي هو كان 74 تصور وطلعت ووصلش حتى 79 80 فهمني فيهم رجال فيهم نساء فيهم نساء عدد محدود النساء حسب ما بدالي أنا ظهر لي فما شوي يعني 4 5 سام ما ريتش بارش عني فهمني سبيل جاسم على مستوى الكية التوكيل يعني ثم شكون من هو في حالة إيقاف في السجن مثلا ومن حقه بش يتقدم ويترشح طبعا بتوكيل وفهمتني هو تحت سلطة قضاء الآن و فما حلول معناتها قضاء يعرفوها معناتها أهل القضاء ينجموا تحصلوا على توكيل وهما في حالة إيقاف ويوكلوا كما قلت كما يزم يكون توكيل قانوني خاص يعني متعلق بخاص بالانتخابات باكة إجراءات ووحدات بتاع الانتخابات يعني يوكلوا توكيل لقيام بكل العمليات الخاصة بالانتخابات سواء في الترشح في الانبعاد في الحملة في الجانب المالي كما مش يعمل موكل وكيل مالي بعد الشصرف اللي ينفق على الحملة كيف يعمل يوكل واحد باش يقوم له بالحملة ويقوم له بكل الإجراءات اللي خاصة بالانتخابات فإحنا إذا كان توكيل خاص هو مقبول يعني إيش عليه حتى أنتم كهيئة تعرفوا مصادر تمويل الأحزاب والمترشحين للقيام بعملياتهم الانتخابية إحنا بتبع خرجنا قرار الترتيبي ووضبطنا فيه معناتها القواعد وعملية الانفاق فانتظار إذن الأمر الرئاسي اللي بش يصدر في سقف الانفاق إن شاء الله مش يصدر قريبا قبل أندي لقى الحاملة طبعا القواعد وضوابتها معروفة تعمل وكيل مالي تفتح حساب سهل نالهم كيف مع البريد مع البنوك معانتها الهيئة معانتها بذلت نجم نقول لك بالتعاون مع الإدارات المعنية والبنوك وكل معانتها ديما نحب ونستبقه ونسهله باش إذن ينفقوا عنده معانتها الحسابات كيفاش يضبطها وكيفاش يعني واضحة ومدققة وواضحة ومدققة لأنه صارت برشا مشاكل لأنه مبعد هو مطالب باش يجاوب محكمة المحاسبات احنا يقوم بالعملات هذي باش نحضرها باش مبعد هذيك كلها تمشي السجل اللي بيستجل فيه هو متاع الإنفاق المداخير والمصاريف هو مبعد ذيك يحاسب به محكمة المحاسبات احنا رقبوه اولين في الانفاق باش ميفوت السقف الانفاق نقدرولو النشاطات المتاع وكل شي ونشوفو معنتها فاتش السقف الانفاق القانوني كما تعرف يا حبيب فماش في الانتخابات الكل هتا اللي صارت مفماش تمويل عموم التمويل لما يكون ذاتي ما عنده هو شخصيا فلوسه او تمويلات خاصة من عند مناصرين امتاع نجم يكونوا احزابي نجم يكونوا معنتها ناس رجال اعمال الا ذوات معنوية شركات واحد هذاكم لا الا معنتها تمويلات من عند ناس خواص مناصرين لي وإلا تمويل ذاتي خاص حر ما له هذاكم هذا هي التمويل التمويل العمومي لما حوذي فكان قبل الموجود ونتصور اللي تنحع لانه سبب بارش بارشا ناس ما قردش حسابه يكون رئيس دولة لابد ان يتوفر على ثقة بطبيعة حال ويكون وجهه شفاف واضح للناس يوريهم حبته لخدمة الوطن يعني تكون عنده قيم شريفة علش بعضهم يكون عنده لف ودوران من الاول هكا ويحاولوا باشي غلطوا الناس استعدادا للقيام بحملاتهم والانتخابية هذا توا يفكر هكا باشي يلعب منه ومنه فما بالك بعد كيف يمسك بكامل بالسلطة معناه هذا موجود لا ننظر للمضمون أو للنواية أو للنواية احنا ننظر للملفات المترشحين المتقدمين تبق عليهم شروط اللي جاية في القانون وفي الدستور طالما استجاب لهذه الشروط اللي ثبتها القانون طالما معنتها هو معنتها استمثل للقواعد والضوابط في الحملة الانتخابية في معنتها تعامل مع معنتها المنفسين تعامل مع الناخبين ما فيش معنتها مع وسائل الاعلام خاصة في الحملة وحتى قبل الحملة احنا كما تعرف يا حبيب اعلننا منذ 14 جويلية ان ادخلنا في فترة انتخابية هي هذية يزبنا بالكس مضحها شوي سحبيب المواطنين بش اعرف الفترة وهي الحملة الفترة الانتخابية هي بدأت من 14 جويلية وتم حتات الاعلان على النتائج النهائية تقعد فاها ثلاثة ثلاثة ذوابت ثلاثة محاذير انهم المترشحين ما ينشروش هذي بالقانون الانتخابي ما ينشروش نتائج سبر اراء يعني باش ما يأثروش على الناخبين يعني ما يقوموش بحملة سابقة الاوانة فاها ثلاثة محاذير اذا ما ينشروش نتائج سبر اراء ما يعمل رقم اخضر او مركز نداء مجاني باش الناس يستقبل فيها ناس ويأثر بها على الناس وكذلك ما يستعمل الاشهار السياسي هذو ما في الفترة الانتخابية اللي بدأت من احداش جوية تنتهي في اخر عندما نعلن على النتائج النهائية في نوفمبر ان شاء الله معتها اقصى 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 تقدير بعد التعون وبعد اذا اذا هذه الفترة هذه الهيئة قررت نحن كمجلس قررنا باش نتابعوا ونواكبوا كل الفضاءات يعني الصحافة الفضاء المفتوح شبكات التواصل الميدان لقل كما قلنا باش معنتها ما تصير خرقات وتصير معنتها تجاوزات تجاوزات هذي باش نقوبة يبقى توجي الحملة ان شاء الله للانتخابية فهمتني مش تجي ان شاء الله نهار 21 يوم قبل نهار الاقتراع يعني ثلاثة اسابيع قبل نهار الاقتراع هذيك مش تكون الحملة متاح للمترشحين انه يقوموا بحملتهم معناتها يعملوا نشاطات يعلموا عليها يعلمون بها يخذوا فاها معناتها لكن قول احنا التأشيرة ويمشي باش احنا نجموا رقبة طبعا انتم باش ترقبوا كذلك مسار العملية الانتخابية يعني بعض اللي نوين يترشحوا يزم ما فيهمش دعوة ما يقولوش معناها يدعو الناس للعنف الكراهية التعصب التمييز نشر اخبار كاذبة اشعات كذلك مسححة هذا هذا باش ما تتعد انتخابات معتها محترمة معقولة مضيفة معقول يتنافس المتنافسون بكل معنتها اخلاقيات الانتخابات ومعتها اي مثلا بعض صحفيين انتقدوكم رأوا انه مراقبكم المراقبة متاعكم للعملية التغطية الاعلامية فيها يعني ليس من مهامكم يقولوا انكم تراقبوا هو احنا كما قلتك حبيب احنا نرى نختم بالقانون القانون اسند لنا هذه المهمة كنا قبل نتعامل مع الهيكاء كانت الهيكاء في الفترة الانتخابية هذه مسارات الانتخابية نعمل قرار مشترك بما ان هي الهيكاء على العام كامل معنتها هي على مدار العام هي اللي تتراقب الاجهزة السمعية البصرية الوسائط السمعية البصرية ففي الفترة الانتخابية تكمل هي تراقب نعمل قرار مشترك نضبط فيه القواعد والمحاذير وووو وانبعد هي توفينا هي عندها المراقبة وتوافينا بالتقارير نعم معتها في اتصال بعملها اليومي فهمت في اخر انتخابات التشريعية انا ما كنت ما اسند بمعتها المرسوم للهيئة انها في المسارة الانتخابية تتولى هي لانه في وقت ما ما موصلتش الهيئة مع الهيكاء الحل معتها في القرار المشترك صحيح فبحكم انها هيئة الانتخابات بالقانون الانتخابي وبالدستور لها الوكالة العامة على الانتخابات يعني ما تنجمش زادة تخليوا انتخابات تمشي هكيكة والهيكاء ما تتفاعلش مع الهيئة فشو مش يصير من بعض من سيتولى المراقبة ومن سي اذا ما كان معناتها من من الصالح ومن الاجداء انه فما هيكل وهو معناتها ما فيش حتى هو رأي الهيئة الانتخابات احنا رانا الراقب المسار الانتخاب فقط بقيت العام يعني الامور ترجع للهيكة تواصل عملها على روح العملية تبقى صعيبة شوية لابد من معناها هيئة بفرق ناشطة بانه فما مراقبة لشبكات التواصل الاجتماعي وسائل الاعلام المكتوبة السمعية البصرية الالكترونية الخاصة والعامة احنا سيحبيب دو بشتراق بواقل نهار كل يتكلموا في الفيسبوك ويسبوا مثلا احنا عنا وحدات عملنا معناتها مركز للمراقبة فيها معتها خلايا رست مختصة لكل مجال لكل فضاء واخيرا نهار تثبت فينا عملنا واتنقلنا كأعضاء الهيئة ورئيس الهيئة ل معناتها الاتلاع على سير هذه الخلايا وتعمل يعني كل شيء جاهز جاهز وحنا نتبع مرتب مرتب ومعنا حتى اشكال من هذه الناحية ونتبع وصارت قبل في الانتخابات المحلية والجهوية والتشريعية كيف كيف يعني وتوزدنا معناتها تطورنا وزدنا معناتها دعمنا والحقيقة الورا قدش بش يكون ثم من مركز انتخابي في كامل انحاء الجمهورية تقريبا المراكز حوالي خمسة 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 مركز واما يزيد عن خمسة خمسة شوي واكيد عندكم تعاون مع وزارة الخارجية عن المراكز في الخارج احنا في توانس المقيمين في الخارج ينتخبوا احنا في تعاون مباشر ومعناتها متصل مع وزارة الخارجية واخيرا صاروا زوز لقاءات في وزارة الخارجية نعم عن طريق تقنية الفيزيو كونفيرانس والقنصلية والحقيقة نحب المنبر هذين نشكر وزارة الخارجية وكل معانتها اتاراتها وصفراءها وكل على المجهود القيمين به واحنا هذين مارسناه ولامسناه مباشرة حتى نقلنا لمسنا انه فما مجهود يعني استثناء وفما استعداد لدعم عمل الهيئة لعمل الهيئة متعرف من اصعب الانتخابات علينا نحن يا رأي الانتخابات لي في الخارج لانك انت في تحت سلطة ما هيش سلطك معانتها فما بلدان يجيك حتى الاخر وقت باش يقول لك اي باهي برا امشي مثال شخوذة يعطيك رخصة عندهم قوانين في فضاء يتبق عليك قوانين هو وباش يسمح لك معانتها باش تقوم بانتخابات وتنشط الا ساعة ساعة يخليك حتى لخطقيقة باش يقول لك وتلقاه صعوبة كذلك في تجهيز مراكز فك البلدان اللي مساحاتها شاسعة ويمنع بعض التوانسة انهم يقطعوا الاف الكيلومترات ربما احنا المرة هذية سيحبيب عملنا نجم يقولوا حاجة بادرة جديدة وحضرنا لها يعني تقنيا ومنحية السلامة المعلوماتية كل انه باش نتيح لكل المواطني التوانسة المقيمين في الخارج انه يمشي ينتخب لأقرب مكتب لهو نجم يكون مسجل مثلا في اليوم وتوجد نهارة الاقتراع هم عندهم ثلاثة ايام اقتراع خلينا نذكره انا اربعة وخمسة وستة ينجم معناتها في الثلاثة ايام هذوما ينجم يقتراع في اقرب مكتب معناتها اقتراع هو انتخب هو معناتها موجود بحده معناتها بدون ما حتى خطر تحيين يقول باش نسكره في عشرية سبتمبر بدون ما يحين يعني التسجيل اللي متاعه هو يمشي الجماعة اللي بالخارج بركة مش في الداخل التونسي اللي يعيش في تركيا مثلا ويبدأ ساكن في اسطنبول ينتخب في اسطنبول ولا في ازمير ينتخب في اقرب مكتب احنا المكاتب متاعنا لحقيقة ما تعرف احنا رو عنا معناتها ذوابته وشورته باش نجم ونحل ومكتب اقتراع يجب توفر فيها على قل عدد ادنى بخاطر هو فيه كلفة وفيه تنظيم وفيها يعني احنا المكاتب غاديك معلومة باش نشراها ان شاء الله قريبا كلها للنس كله اما معناتها هو عنده على قل الامكانية هذية انه ما هو مشبور باش نهارة الاقتراع يرجع للمكان المكتب اللي هو مقيد فيه فهو ينتخب في المكان اللي هو فيه ونحنا باش نتوليهم بعد انه راقب انه ما عادش ينجف ينتخب في بلاسة اخر نعم سيب الجاسم العياشي اللحظة مع هذا الفاصل الاشهاري ثم نعود دي العياشي واسمه بن احمد باش تكون الفرصة لتكريم فنانين التوينسة خليوا بسمة واثر في الساحة الفنية التونسية لخميس 25 جوليا بمسرح الحمامات تبعو تذكر بالمركز الثقافي دولي بالحمامات مدينة الثقافة الشدلي القليبي وعلى موقع المهرجين festival do hamamate point com اشهار ضيفنا في يوم سعيد سبيل جاس بالعياش عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وكل ما يتعلق بهذه الانتخابات الرئاسية القادمة اذا كل شيء جاهز كل شيء على قدم وساق توضع اكيد في اللمسات الاخيرة احنا نجم نقول لك ما زل يكون قرار ترتيبي وعافي بخص معيتها سقف الانفاق والبقية كل جاهز كل جاهز نسبة الانتخابات حضرت مالت نعم ان شاء الله تم هذه الانتخابات في ظروف طيبة شفافة حرة نزيهة وان شاء الله تفرز يعني شخصية مهمة للبلد اللي يكون عنده محبة خالصة بطبيعة بش بلادنا تزداد تقدم ورقي ونجاح احنا نقول ديب نحاول باش الانتخابات هذين وفرولها الظروف كما نقول الملائمة والفضلة ونبدل العناية وساعات حتى عناية استثنائية هذا معنتها لكم لمستوه في الانتخابات المحلية والجهوية والاقليمية اللي كانت من أصعب الانتخابات كل شي جاهز الآن الهيئة حاضرة اللي بجميع تاقمها المجلسا وإدارة تنفيذية وشركاء ان شاء الله تم معنتها في أحسن الظروف اللي حبيت نذكر بيها المواطنين اليوم هو أنه سعى فم موعد اقتراع اللي هو 6 أكتوبر 6 اكتوبر انتخابات رئيس لتونس جديد لتونس التحيين متواصل إلى يوم 20 سبتمبر بنجمة 195 نجمة عدد بتاق تعريف أو عن طريق تطبيقة التونس وإزي وإن تين كيف كيف اليوم الناخب مش يشوف ينجم يطلع اللي فما عنده هو مزكي أشكون ولا لا ما كانش ينجم يمشي يطعن ويثبت كيف كيف عنا مركز النيداء 18 14 هو يجيب على كل الاستفسارات للتونس في تونس وفي الخارج تونس حاجة أخرى خدمة أخرى ضفناها المركز 18 14 أنه كل من لاحظ أو اشتبه في عملية بيع أو شيرات تزكيات يعلم ينجم يبلغ في المركز 18 14 وهو محمي بالقانون من طرف وإن شاء الله هذا ما يصير وإن شاء الله نحن هذا نتمنى وإحنا نوضع كل الإمكانيات لي خلينا نتعلم وخلينا نخلط الدرجة متاع وعي كمواطنين صحيح فهمتني اللي يرى هو اللي مش يبلغ مش عيب ومش بالعكس بالعكس هذي خدمة هو صلح صلح من موقعه صلح حاجة خاطئة صحيح واللي هي راه مش مش تنفع ومدام يقع إصلاح الخطأ أنه العملية تكون أكثر شفافية هذا هو هو مش يكون هو بيد وخدم الانتخابات ونخدم صحيح نعم وإن شاء الله كل شيء يتم على أحسن ما يرى إن شاء الله سيبل جاسم العياشي اللي ينال فيقة أغلب التوانسة نقولوله مرحبا أحنا اللي يجي معانتها يكون معانتها مفايز بالصندوق بالأصوات نتعو جيبوا الأصوات في الصندوق فهذاك هو مش يكون إن شاء الله مبروك على التوانسة شكرا إذن سيبل جاسم العياشي عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شكرا على استضافة ويومك سعيد يومك أسعد وآبت